أهلا بكم أعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن علاج الزئبة الحمراء أو Systemiclobos erythematosus كنا تكلمنا عن أعراض Systemiclobos وعن إزاي تشخص Systemiclobos في الفيديو اللي فات هسيب لك الرابط بتاعه في الوصفة أسفل الفيديو كمان في الفيديو ده هنتكلم عن علاج Systemiclobos أو الزئبة الحمراء أثناء فترة الحمل كمان طوارئ الزئبة الحمراء أو Systemiclobos إيه هي المشاكل اللي ممكن تجي لك طارقة وتتعامل معها إزاي في البداية بعض الأدوية المستخدمة في علاج السيستيميك لوبس أو الزئب الحمرة أولاً الأنتي مالاريال زي الهدروكسي كلوروكين اللي هو في السوق بلاكونيل كمان المسكنات نانسترويدا الانتي انفانومتري دراجز كمان طبعاً الكورتيزون أو السترويدز كمان الدي ام اي ار دي اس بعض الأدوية الاميونو مديوليترز أو الاميونو سابريسانتز زي الازاثايوبرين زي الميثودريكزيت مايكوفينوليت والسايكولوفيسفامايد في كمان الانترافينس اميونو جلوبيلين كمان في بايولوجيك دي ام اي ار دي اس زي البيليموماب وارتوكسيماب دي أدوية بس عشان تاخد فكرة عنها كده لكن مع الشرح هنعرف استخدام كل واحد دلوقتي أنا هقولك الخطوط العريضة أو النقط الهمة في العلاج وبالنسبة للجرعات ففي آخر الفيديو هقولك جرعات الأدوية العلاج بيتفصل على حسب كل عيان كل عيان بنشوف حالته ايه ودرجة المرض معاه ايه وايه هي الأجهزة اللي تم التأثير عليها وعلى أساس كده بنحدد علاجه الهيدروكسيكلوروكين أو البلاكونيل ده مهم جدا ومفيد وتقريبا بنستخدمه لكل المرضى العيان لو مشاكله في الجلد وفي المفاصل أو السيروزة اللي هي الأخشية زي اللي بتغلي في الرئة أو بتغلي في القلب فالعيان ده غالبا ميلد بسيط وبيتعالج بالمسكينات نانسترويدا الانتي انفرماتري دراجز مع الهيدروكسيكلوروكين أحيانا أحتاج أديله كورتيزون بفترات قصيرة أو أديله إميونو سابريسانت برضو لمدة قصيرة في حالة الكورونيك لوباس أرترايتس التهابات مزمنة في المفاصل بسبب اللوباس العيان ده بنديله مثل تركزيت لكن العيان لو معاها مشاكل في المخ والأعصاب سي ان اس أو مشاكل في الكليا فالعيان ده بنقول إن هو أخطر شوية والعيان ده بيحتاج كورتيزون لفترات طويلة وبيحتاج أجريسيف إميونو سابريشان زي الأزاثايوبرين وزي المايكوفينوليت فيتامين ده المهم جدا لمرضى السيستيميك لوباس أو الزئبة الحمرة لإنه بيقلل إحساسهم بالتعب ومفيد للعضلات ومفيد للعظام وكمان بيحمل قلبه والأوعية الدموية ففيتامين ده المهم جدا مفيش غزاء مخصص أو أكل معين لمرضى الزئبة الحمرة يكلوا اللي هم عايزينه بس طبعا إحنا بنقول كل الأكل المفروض يبقى صحي ومتوازن إلا لو كان عندهم ارتفاع في نسبة الدهون في الدم خصوصا الLDL في الوقت ده يكلوا يكلوا غزاء مناسب عشان يقلل الدهون دي التمارين مهمة جدا لمرضى الزئبة الحمرة لازم يتمرنوا تمارين مقبولة ويقدروا عليها ويقدروا يتحملوها لأن التمارين دي برضو بتقلل إحساسهم بالتعب ومفيدة جدا لعضلاتهم ولعظامهم مرضى الزئبة الحمرة لازم يتجنبوا العدوى ولو حصل عدوى يعالجوها بشكل كويس لأن العدوى ممكن تزود نشاط المرض تعمل فلير للمرض كمان المفروض لو هيتعرضوا للشمس يستخدموا سانسكرينز بعض الكريمات اللي هي واقية للشمس وأحيانا بعض الملابس الواقية للشمس عشان يحموا جلدهم ويحموا نفسهم من الفوتو سينسيتيفتي اللي ممكن تحصل العيان لو بياخد كورتيزون فيخلي باله من مشاكل الكورتيزون طبعا باستشارة الطبيب بتاعه ومن المشكلة اللي هي اللي هي نقص كسافة العظام فالعيانين دول بنديهم فيتامين دال وبنديهم كالسيوم ده لو كان عيان يعني مش متوقعين ان يحصلوا كسور في العظام أما لو كان فممكن نزود معاه كمان في بعض التوصيات بتقول ان العيان لو مش معاه يعني مافيش عضو حيوي في جسمه متأثر فالعيان ده كفاية عليه قوي اللي هو الهيدروكسوكلوركيد وبيقوله مع الاسترويد أو الكورتيزون أما لو ماستجبش للنوعين دول في الحالة دي ممكن نزود زي الآزاثايوبرين وزي الميثيتوركزيت أو حتى المايكوفينوليت أما العيان لو حصل معاه مشكلة في مخ والأعصاب فالتوصيات دي بتقول ان الدكتور المخ والأعصاب يعالج المشكلة دي عادي جدا زيه زي أي مريض عادي ولو ما تحسنش على علاج طبيب المخ والأعصاب في الحالة دي بنعتبر ان هي يعني مشكلة بسبب الزئبة الحمرة ونبدأ نزود لهذا المريض كمان لازم تستشير التخصصات الأخرى لو انت بتعالج مريض عنده زئبة حمرة يعني ممكن تستشير طبيب القلب طبيب الكلا، طبيب الجلدية، طبيب الجهاز الهضمي، طبيب الصدر، طبيب أمراض الدم، وطبعا طبيب الروماتيزم لو انت مش طبيب الروماتيزم لو سيدة وهتستخدم حبوب لمنع الحمل يفضل الأدوية اللي هي فيها بروجسترون فقط لا يفضل الأستروجين شوية خصوصا لو كان معها أنتيفوسفوليبت سندرون ننصح المريض بتاعنا انه يزور طبيب القلب مرة كل سنة عشان يتطمن على القلب بتاعه كمان لازم نزبط الضغط بتاع المريض بتاعنا كمان بننصح مرضى الزئبة الحمرة انه هما ياخدوا بعض التطعيمات من النوع اللي هو نان لايف فاكسين وأهمهم المنينجيوكوكا الفاكسين وكمان تطعيم الهومفلس انفلونزا اللي الأطفال كده كده بياخدوه في التطعيمات الإجبارية بتاعتهم وكمان تطعيم الانفلونزا السنوي كمان ننصحهم أن هما يتابعوا تحاليلهم بصفة دورية خصوصا صورة الدم الكاملة الكرياتينين أو وظائف الكلا وتحليل البول وكمان يعملوا الـ C3 والـ C4 والـ Anti-Double-Stranded DNA Antibodies Level لأن دول بيحددوا إذا كان فيه نشاط للمرض ولا لا إيه هي طوارق السيستيميك لوبس أو إيه هي المشاكل الطارقة اللي ممكن تقابلك لعيان عنده زئبة حمرة العيان ممكن يحصل له يعني يحصل له أو حتى أو أي مشكلة أخرى في المخ الأعصاب دي طبعا طوارق العيان ممكن يحصل له أو التهابات عامة في الأوعية الدموية في جسمه وممكن بعضها يحصل فيه أو ثرومبوزيس بعضها يتسد العيان ممكن يحصل معا ثرومبو سايتوبينيا يعني الصفاحة الدموية في جسمه تقل وتعمل صورة زي ما بيحصل في التي تي بي كمان طبعا ممكن يحصل اللي هو طبعا مشكلة كبيرة في الكلا وتدهور سريع في وظائف الكلا كمان في حالة نادرة جدا جدا اللي هي ودي فيها العيان ممكن يكوح دم بكميات كبيرة وبتبقى حالة مهددة للحياة علاج الحالات الخامسة دي الطوارئ بالنسبة للسيستيمي كلوبوس بيعتمد على كورتيزون بجرعات عالية هايدوز زي البالس ثيرابي ان انت تتديله مثلا مثال بريدنزولون من نص لواحد جرام اي في وريد على مدار ساعة في اليوم لمدة 3 ايام و4 بالاضافة الى سايتو توكسيك دراجز زي سايكوروفوس فاميت ولو العيان كان حصل له ستروك حصل له جلطة او نزيف في المخ او اما اوي جلطة في القلب او بلمونر ايمبوليزم اللي هو جلطات في الشرايين الرقاوية فالعيان ده كمان بيتعالج بالطرق العادية جدا بالاضافة للحاجات اللي انا قلتها دلوقتي في رأيي بيقول ان العيان لو كان معها فيفر او ارتفاع في درجة الحرارة نقلل شوية اليميونو سابريساند خوفا من ان يكون السبب عدوى لحد ما نتيجة المزرعة تظهر وتقول اذا كان في عدوى او مفيش وفي بعض الحالات النادرة زي الديفيوز الفيلور هيموريج العيان ده بيحتاج بلازما اكسي تشينج فلازم نحوله المكان في بلازما اكسي تشينج كمان العيان لو معها يعني نقص الصفايا ده مش رادي يستجيب للكورتيزونات ممكن نديله انترا فينس اميونو جلوبيل وفي حالات الكاتاستروفك انتي فوسفوليبت سندروم يعني العيان عنده جلطات في اماكن في جسمه فالعيان ده بيحتاج اجريسيف مانجمينت بنددله طبعا انتي كو اجيوليشن مضادات تجلط بالاضافة للسترويدز كورتيزونات بالاضافة للبلازما اكسي تشينج وممكن كمان انترا فينس اميونو جلوبيل واحيانا ازود معهم السايكلوفوس فمايد واحيانا لو كل ده مش جايب نتيجة ممكن ندي بيليموماب او رتوكسيماب بالنسبة للوباس نفريتس او مشاكل الكلا اللي بتحصل مع السيستيميك لوباس فالعيان ده طبعا بياخد كورتيزون مع الاميونو سابريسانت عشان نبطق الكورس بتاع الدزيز ونحاول نمنعه انه يبقى وطبعا نحافظ على الضغط بتاع المريض بتاعنا اقل من مية وتلاتين على تمانين لو كنت عملت للمريض بتاعك بايوبسي عينة وطلعت لك كلاس وان او تو العيان ده ما بنحتاجش ممكن نكتفي بالكورتيزون اما لو طلع اي كلاس تاني من اللي قدامك دول فالعيان ده بياخد اي في كورتيزون كورتيزون بالوريد بالجراعات العالية طبعا بالاضافة ل بنعمل له حاجة اسمها بادوية قوية وجرعات عالية زي السايكروفوسفاميد او المايكوفينوليت والمايكوفينوليت افضل شوية واكثر امانا شوية الاندوكشن ده بيكون حوالي 6 شهور بعد كده بنمشي او فترات طويلة بقى على ادوية اضعف شوية او بجرعات قليلة شوية زي او المايكوفينوليت برضو وبردو المايكوفينوليت هو الافضل في الحالة دي اما العيان لو وصل لمرحلة اند ستيج رينالد زيز يعني الكلا اصبح فيها فشل دائم فالعيان بيخسل الكلا طبعا وممكن بعد كده نشوف موضوع زرع الكلا كل اللي احنا قلناه ده في اللوباس نفريتس بيساعده كمان الهايدروكسكلوروكين اللي قلنا عليه الاس والاربس لو ما فيش كونترا انديكيشن ليهم يعني مثلا لو سيدة حامل ماينفعش تاخد اس والاربس اما غير كده فالاس والاربس مهمين جدا بيقللوا البروتينوريا او خروج البروتين في البول وبيقللوا تدهور وظائف الكلا كمان استاتينز او الادوية اللي بتخفض الدهون في الدم ممكن نديها للمريض لو كان معاه LDL عالي عشان نقلل او نمنع الاثرسكلوروزيز او تصلب الاوعية دموية بالنسبة للانتيفوسفوليبس سندروم واللي ممكن نلاقيه كتير مع مرضى السيستيميك لوباس اريتيماتوزيز العيانين دول بيكونوا طبعا عرضة للجلطات شوية وعشان كده زي ما قلنا لو كانت ست وهتاخد حبوب لمنع الحمل يفضل مايكونش فيها استروجين ممكن بروجسترون فقط كمان العيانين دول نخليهم يتحركوا باستمرار ممنوع الرأدة وممنوع القعدة فترات طويلة كمان يبتعدوا على التدخين كمان يتجنبوا العدوى زي ما قلنا ويعالجوها بشكل كويس لو حصلت كمان اللودوس اسبرين او الاسبرين بجرعات صغيرة دي بتبقى مفيدة جدا ليهم لمنع الجلطات كبرايماري بريفنشن وكمان بيساعد كتير عشان ما يحصلش ابورشن او فقدان للحمل او اجهاد ده زي ما بتقول برايماري بريفنشن يعني عيانين ما حصل لهمش حاجة قبل كده ودي وسيلة كده اولية اما في حالة الساكندري بريفنشن يعني العيانين حصل لهم قبل كده جلطات او عيانة حصل لها اجهاد قبل كده فالعيانين دول بنديهم انتيكواجيوليشن مضادات للتجلط سواء اورل او سواء لو مولوك لارويت هيبرين لو هي حامل بالاضافة للودوس اسبرين او الاسبرين بالجرعات الصغيرة ودلوقتي نتكلم عن مشاكل الزئبة الحامرة مع الحمل ازاي بنتعامل معها مشاكل الحمل عموما بتزيد مع الزئبة الحامرة دي حاجة معروفة وعشان كده يفضل التحكم في المرض ومتابعة الطبيب على اقل من 4 ل 6 اسابيع قبل الحمل اصلا السيدة الحامل اللي عندها زئبة حامرة بتزور طبيب النسبة بتاعها بمعدل اعلى من السيدات الطبيعيين وكمان بنزور طبيب الروماتيزم بتاعها بمعدل اعلى وقت الحمل فيه ادوية ممكن السيدة الحامل تستخدمها وقت الحمل طبعا بعد استشارة الطبيب بتاعها والطبيب بيوزن المنفعة منها قصات الضرر اللي ممكن يحصل من الادوية دي الميثايل بريدنيزولون والبريدنيزون والهايدروكسيكلوركين والازاثايوبرين والليودوس اسبرين وفي الحمل بنحاول نتجنب الجرعات العالية من المسكنات نانسترويدا الانتي الفلامتوري دراجز والجرعات العالية من الازبرين وفيه ادوية ممنوعة في الحمل تماما زي الميكوفنوليت سايكولوفيسفمايد والميثوتريكزيت مهم جدا ان احنا نقيس للمريضة الحامل انتي رو والانتي لا انتي بوديز عشان دول لو طالعين عاليين فيديلك مؤشر ان الطفل ممكن يبقى عنده حاجة اسمها نيونيتل لوباست اريثماتوزاس او الطفل يعني يتعرد للسيستيميك لوبس واللي بسببه ممكن الطفل ده يجيله طفح جلدي من 4-6 اسابيع بعد الولادة ممكن يحصل معاه ارتفاع في وظائف الكبد في نفس الوقت برضو من 4-6 اسابيع بعد الولادة ممكن يحصل معاه ثرومبوسيتوبينيا او نقص في الصفايح الدموية في اول اسبوع او اثنين من الولادة ممكن يحصل له هيدروكيفلس او ممكن يحصل له نيتروبينيا نقص في نوع من انواع قرات الدم البيضة كمان ممكن يحصل له يعني مشاكل في التوصيل الكهربائي للقلب بتاع هذا الجنين عشان كده يفضل ان احنا نعمله ايكو في الاسبوع 16-18 وممكن نعيده على فترات متقربة خصوصا لو السيدة دي كانت ولد الطفل بالمشاكل دي قبل كده اما لو ما كانتش ولد الطفل بالمشاكل دي قبل كده ممكن يبقى المعدل بعيد شوية لو ظهر مع الطفل ده بالايكو فرست او سكند دي جري هارت بلوك فالام بتاخد أورال ديكسا ميثازون 4 ميلي جرام يوميا اما لو كان كومبليت هارت بلوك فالعيانة دي مش بتاخد الدكسا ده كمان العيانة اللي عندها زئبة حمرة وحامل لازم نشوف الاجسام المضادة بتاعة الانتي فوسفوليبت سندروم اللي هي لوباس انتي كواجولانت والانتي بيتا 2 جليكو بروتين 1 انتبودز والانتي كارديوروبين انتبودز عشان لو موجود الانتي فوسفوليبت سندروم نتعامل معاها زي ما قلنا بمعنى ان لو ما حصلهاش اجهاط او جلطات قبل كده بنكتفي باللودوز اسبرين اما لو حصل مشاكل قبل كده حصل اجهاط او جلطات فبنعمل ساكند ريبريفنشن ان احنا ندي انتي كواجوليشن لو مولوكولار ويت هيبرين مع اللودوز اسبرين وفي رأيه كمان بيقول لو العيانة مش معاها انتي فوسفوليبت سندروم بس معاها زئبة حمرة يفضل ان احنا نديها الهيدروكسي كلوروكيد مع اللودوز اسبرين ازا ما كانش كونترا انديكيت الطبع واخيرا دلوقتي هوريلك الصور اللي فيها جرعات الادوية هوريها لك بسرعة وانت ممكن توقف الصورة عشان تقرأ الجرعة بالتفصيل لو حابب يعني مثلا دي جرعة الهيدروكسي كلوروكيد ودي جرعة السايكولوفوسفامايد اللودوز والهايدوز ودي جرعة الميثوتوريكزيت بنبدأ بالجرعة دي بعد كده بنزود وبعد كده نرجع نقلل تاني لللوست افكتيف دوز اقل جرعة ممكنة مؤسرة ودي جرعة الازاثيوبرين في حالة الارثرايتس دي برضو الستارتنج دوز ودي المنتنانس دوز وجرعته في حالة اللوباسنفرايتس ودي جرعات المايكوفينوليت في حالة اللوباسنفرايتس اما بالنسبة للانترافينس اميونو جلوبيلين فالجرعة عليها كلام لكن دي الجرعة يعني المتفق عليها الى حد كبير ودي جرعة البليموماب في حالة السيستيمة اللوباس عموما دي الانشيال دوز وده المنتنانس بتاعه ودي جرعته في حالة اللوباسنفرايتس برضو الانشيال دوز والمنتنانس بس هم لقوا ان البليموماب مش مؤثر شوية في الناس اللي هما افريكان او افرو امريكان بالنسبة للريتوكسيماب فدي الجرعة بتاعته والريتوكسيماب اصلا بيستخدم في علاج الروماتيد ارترايتس بس هو لقوا انه بيفيد شوية في السيستيم كلوبس ومبشر ان شاء الله وبالنسبة للكورتزونات فالميثال بريدنزلون دي الجرعة بتاعته وده زي ما قلنا بيبقى في الحالات الشديدة زي مثلا الجلومرونفرايتس ودي جرعات البريدنزلون وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم